في خطوة تهدف للضغط على كوريا الشمالية لوقف تجاربها الصاروخية فرضت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان عقوبات على كيانات ومسؤولين كوريين الشماليين على صلة ببرامج الأسلحة في بلادهم بعد أن أجرت بيونج يانج أحدث وأكبر تجربة لها لصاروخ بلستي عابر للقرات خلال الشهر الماضي مسؤولون كوريون أدرجهم للتحاد الأوروبي في قائمة عقوباته في إبريل الماضي وهم أعضاء في حزب العمي الكوري الشمالي واشنطن قالت إن اثنين من المستهدفين بالعقوبات كانت لهم أدوار رئيسية في تطوير أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية في أثناء عملها بإدارة صناعة الذخائر في كوريا الشمالية فيما شغل الثالث منصب مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري في الفترة من 2018 إلى 2021 وأشرف على تنفيذ القرارات المتعلقة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية المكلف بشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون قال إن هؤلاء المسؤولين لعبوا دورا قياديا في البرامج غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية وأن العقوبات فرضت بالتنسيق الثلاثي الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان بدورها أعلنت كوريا الجنوبية فرض عقوبات على سبعة أفراد آخرين وثمانية كيانات وهم مستهدفون أصلا بعقوبات أمريكية بينما فرضت اليابان عقوبات جديدة على ثلاث كيانات لضلوعهم في تنفيذ هجمات إلكترونية وبرغم العقوبات الغربية المتواصلة ضد كوريا الشمالية إلى أن الصين وروسيا عرقلت في الأوينة الأخيرة محاولات لفرض المزيد من العقوبات في الأمم المتحدة على بيونج يانج إذ قالت إنه يتعين تخفيف العقوبات بهدف نزع فتيل الاشتعال بشبه الجزيرة الكورية ترجمة نانسي قنقر